نحن تم وقام من 9 أفراد من كلية هندسة جامعة سكندرية قسم كهرباء وشاولة قوة الكهرباء دلتم مش أول مرة يشتغل مع بعض اشتغلنا مع بعض على كده في كده في هذا مشروع اشتغلنا في منوال روبوت كان بيينج الوبجيكت من مكان لمكان بتحكم منوال اشتغلنا في مشاريع بوهر إلكترونيكس عملنا سريفز انفيرتر وسنجل فيز وفولتش كونترولر اشتغلنا في مشاريع صفر عملنا توضيع كهرباء وكهرباء وتكييف لمستشفى مكونا نظام احنا لمجتمعنا مع بعض اهتمينا جدا بالسفتة سكيلز والجانب العمل وعلى مستوى سفتة سكيلز احنا اهتمينا جدا بالروب كتير لأنه أحسن أوصل حل لنجاح حي البكرة أو مفروها معنا وبالنسبة وهو توفر السلطة ما بيننا والوضع خطط زيت أهداء والعمل على معاية محددة وعلى مستوى العملي وعلى مستوى العملي في مجال الريباني رجي وخصوصا البيباني رجي اللي بلكز عليه مشروع تخلوبنا عملنا نسرش ودوارنا من خلال ويب صليت معينة وفيديوهات على اليوتيوب وعملنا نسرش في اي تريبل اي تابعنا اخر اخبار البيبرا مثل اي تريبل اي اكس بلولر كمان ركزنا في دراسة الميكو كنترولر اللي بتزنع عن اي بي اول والأوبن سورس زي الاردوينو اهتملنا بالبارو اي بطولوركس وعملنا مشاريع زي اللاسنج الفيز ان سي بولتوش كنترولر وزي سري فيز بولتوش انفرتور نقاط قوة الفريق التعاون والمرونة في قبول القراءة واننا نتعامل مع المشروع اكتر من انه مجرد تحصيل درجات ومهتمين بتطوير نفسنا جدا في مكان في مجال الطاقة المتقددة ومهتمين بتطوير نفسنا في المهرات الشخصية طبعا مسابة سنة في مصر فلحدي اكتر منها ربط مشاريع التخرق ومهتمين بتطوير صناعة وقدرة من خلال تنفيذ مشاريع ذلك فعشان كده احنا حابلينا حابلينا نشارك في المسبب في سين اهنا نسعب حلو مشكلة التطوير في مصر ونحنا ننعمل على زادة التصمار في اكتر تطوير طبعا مسابة الازمة التطوير الموجودة في مصر ومهتمين بتطوير موجود وان المحطات السنانية بيكون موجودة في الخدمة ومع ايام قيام محطبة على مدار السنة وتي حاجة كويسة نستغلها في توليد التطوير الهربية من الشن ودي حاجة تأهلنا ان احنا نستغلمها في المشروع وتأهلنا ان احنا نشترك تطوير 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 طبعا مسابة المشروع بتاعنا هو عبارة عن توليد القهربة من خلال سوقت 10-19 على البيبي بانا المشروع بتاعنا بيتلوم من ثلاث أجزاء أول جزء اللي هو السولار تريكر وجزء ده هو أهم جزء في الموضوع علشان كده صممناه بحيث ان هو يبقى دول اكسس بحيث ان هو يعمل كله لأكبر قدر من أشعة الشمس السقطة عليه الجزء الثاني اللي هو الشارجر والبطريات وعملناه بالكونتروره خاص بيه الجزء الثاني اللي هو الامبرتر علشان اقدر حاولي DC للAC واقدر وصل رواجكت بتاعي بالشبكة او بأي AC نوت بالنسبة للتراكين استخدمنا فكرة دول اكس تراكين فكرة دول اكسة ويديه بتديني اكسة كفائل ويديه عبارة عن 2 موتور ويديه في التجاه الـ X10 و 4 LDR ودرايف سيركت الـ 2 موتور ويشتغل اطماتيك وكمان ده أحسن وأفضل السيسم سلطر الثاني جزء في المشروع في البطاريات والتشارجر كنترولر كتاها احنا باختار البطاريات والريتنج كتاها على حسب البطاريات اللي احتاجه ان يطلع منها وعلى حسب كنية الطيار المفروض يطلع منها والكماستي في الفطاريات بوصل الباتريبانك البنال الـ R-Series على حسب البلد وعلى حسب الطيار اللي احتاجه منها بعد كده قبل البطاريات بمخورج ان هناك مرحلة بين البنال وين البطاريات عشان تتشحن البطاريات بيقال التشارجر كنترولر عشان يثبتلي الفولت بتاع البنال اللي طلع منها عند حد معين عشان تعرف تشحن البطاريات المرحلة اللي بعد البطاريات لو هشاف عن DC لود فبيكون غالباً الفولت بتاعه اعلى من 12 فبعمل كنفيرتر بيحولي الفولت دي سي من 12 دي سي 24 دي سي عشان شغالي الودي دي سي التالي الجزء في المشروع هو عبارة عن سينجل فيه Z-Source انفيرتر استعملنا Z-Source انشاء الأفضل من V-Source و Pi-Source استعملنا عشان يغافي امكانية توصيل AC على المشروع وامكانية توصيل المشروع بالشغل احنا كنتين كافرات فريق اكيد تواجهنا مشاكل مرة حصلت المشكلة ما كانت مش تصريح عنها مشكلة دي كبرت ومس الحمد دي طالع حلها الثانت اشتفنا ان انا رسولنا صارحنا أفضل ومتشكلة دي من الأول فاني سيكون حلها أسع فانت شرعنا بعد كده اني ببتأت بشترح حالك حاجة أساسية في الشغل معنا في سنة 2020 منات القرى المشاركة تتخصرت تشتغل في تصفيق ومتابي سيستم الكاملة في القرص الحية ومدون السكنية ونحاول احنا ننوش رواعي اتطفل متجدده بالمناسة من طريق اهلاء من السوشال ميديا طبعنا المشاركة في مساب الصراع في مصر حسانيون الطريق لقدر نكسل بجال الصراع ومن يمكننا قمة المساب الصراع ومساب الناسة للتعرف كلام ومتابي سيستم الكامل ومتابي سيستمر بالخي